شكرا حسام الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز برامج التوعية للمواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخدة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن التجديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات خاصة في الأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤول الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار كورونا هذا ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في حملات تطعيم للفئات المستهدفة وتيسير الحصول على الجرعات المنشطة بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات لازمة للتعامل مع حالة الإصابة كما اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث عبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس على الساحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي وخلال الاتصال تم التوافق حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الأمن القومي العربي كما تم بحث بعض موضوعات التعاون التنائي بين مصر والبحرين وأكد السيسي خلال الاتصال على استمرار دفع وتعزيز آليات التشهور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علوتين بدءا من الموازنة العام المالي القادم وأشار مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أن تلك القرارات تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الاهتمام إلى المواطن المصري والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته وفي مستهل الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس أشاد مدبولي بالنجاح الكبير الذي حققته لنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم مؤكدا أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكليفات التي وجه بها الرئيس السيسي في ختام فعاليات منتدى من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1599 متعفيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعفين من الفيروس إلى 337.627 حالة وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 1379 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته لافتة إلى وفاة 33 حالة جديدة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 200 ألف وأربعة آلاف وثمانمائة وأربع وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وذلك في حصيلة قياسية لعدد الإصابات اليومية بالفيروس في البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 23 مليون وأربعمائة وستة عشر ألفا وسبعمائة وثمانم وأربعين حالة وأضافت الصحة البرازيلية في بيانها أنه تم تسجيل 388 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 621 ألفا وثمانمائة وخمس وخمسين حالة حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا من أنها ستواجه كارثة في حالة مهاجمة أوكرانيا وأكد بايدن خلال مؤتمر صحفي أن إقدام روسيا على مهاجمة أوكرانيا سيعرضها لخسائر فادحة في الأرواح بساحة القتال وعقوبات قاسية غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي وأضاف الرئيس الأمريكي أن نظيره الروسي بلاديمير بوتين لا يريد نشوب حرب على واسعة النطاق ورياضيا تأهل المنتخب الوطني لدور 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون بعد تغلبه بهدف على نظيره السوداني في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات سجل هدف الفراعين الوحيد محمد عبد المنعي ليرفع المنتخب الوطني رصيده للنقطة السادسة في وصافة ترتيب المجموعة الرابعة خلف نيجيريا المتصدرة بالعلامة الكاملة هذا وسيواجه منتخب مصر في الدور المقبل متصدر المجموعة الخامسة من منتخبات الجزائر وكوديفور وغينيا الاستوائية وسيراليون ختم موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل